اشتركوا في القناة لعبة مصر قبل مواجهة الكاميرون وخصوصا كلام وإشعاعات اتكلمت على إيجابية مسحة محمد صلاح هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وطم من حضراتكم بشكل رسمي المسحة الرسمية لصلاح ولكل لعبي منتخب مصر الحمد لله سلبية ودي كانت أولى العقبات اللي كنا متوقعينها العنوان الثاني عقبة رئيسية تعقاح المصريين بكاري جسامة هو حكم مباراة مصر والكاميرون ومصريين حقيقة يتخوفوا بشكل كبير جدا من اسم بكاري جسامة على الرغم منك لما تبص على مشوار الراجل يعني ما كانش مع المنتخب المصري ليه وقعة أو مواقف تقول إنه الراجل متربص لنا لكن الخوف من المعادلة الخوف من بكاري جسامة مع الكاميرون في أم أفريقيا والكاميرون بتلعب على أرضها ووص جمهورها هنا أعتقد يبقى فيها علامة استفهام كبيرة جدا وكان من الأجدى يعني إذا كنا دايما بنتكلم على تطوير الكرة في أفريقيا وعلى إنه الماما أفريقا لازم بقى تفكر بشكل مختلف وبشكل محترف ونتخلص من المشاكل المزمنة اللي عايشة معنا على مدار السنين طويلة جدا في أسماء كتير جدا الحقيقة ما تقدرش تقول إنه عليها أي علامة استفهام كان من الأولى ومن الأجدى أنها تتولى هل نتكلم على أهم ثلاث مطشوات في البطولة يعني حتى مطشين قبل النهائي مصر كاميرا سينغال بروكينا فاسو الاتنين دول أهم من مطش الثلاث والرابع يعني دول يحسموا ويحددوا طرفي المباراة النهائية الفرقتين اللي يوصلوا لنهاية المحطة الأخيرة قبل الإعلان عن بطل قارة إفريقيا وبالتالي مباراتين كانوا يستحقوا إنه يكون في أسماء على مستوى من عارة إيل مستوى رفيع مستوى احترافي لا يقبل أو لا تقبل نزهته أي تشكيك أو أي علامة استفهام وده اللي ما حصلتش وده اللي الحقيقة بيستفز الناس وبيستفز دولة كبيرة زي الدولة المصرية وجمهور عظيم زي جمهور مصر نكلم على أهم بطل في القارة مصر دايما على كل مستوىات مش بس على مستوى الألقاب على مستوى لعب المطشاط النهائي احنا لعبنا تسع نهائي أمم أفريقيا على مستوى الوصول للمربع الده بخمستاشر مرة على مستوى عدد المطشاط على مستوى عدد الأهداف المسجلة كل الأرقام دي مصرية تريد مارك مصري فلما بتيجي تتعامل مع أهم أو أكبر دولة في القارة كرويا لازم دايما تحط ده في الاعتبار كان من الأجدى الحقيقة على لجنة المنظمة أنها تتفادى أي مم أي زرة أو أي مدخل للتشكيك في نزاهة البطول والكلام مش بس عشان منتخب مصر هي الكلام إذا كنا عايزين نعمل بطولة محترمة إذا الكلام ده لو عايزين نقول أنه عندنا قدرة على تنظيم بطولة كاملة آه طبعا الكاميرون تشكر عملت بطولة في حدود إمكانياتها معقولة بشكل كبير جدا ولكن في النهاية أعتقد أنه في كتير من العلامات الاستفهام مش في مصر وكاميرون بس لكن من بداية البطولة فيما يتعلق بملف التحكيم حروف